انا الدكتور ايهاب محمد ندا استاذ الانف والأذن والحنجرة واستشاري الانف والأذن والحنجرة بمستشفى وادي ميل موضوع من المواضيع الكثيرة اللي بنتسائل فيها ومشهورة جدا عنده جمهور المصريين يقولك انا عندي جيوب انفية الحقيقة كلمة جيوب انفية دي كلمة يعني نقول المتهم البريء دايما اي حد بيجيله صداع في منطقة معينة مثلا منطقة هنا او جنب العين او تحت على طول يقولك انا عندي جيوب انفية ويقول ما كلمت صيدلية انا عندي جيوب انفية اخد ايه طبعا اتهام ان الواحد عنده جيوب انفية اتهام كبير جدا لازم عشان نشخصه يعني لازم تزور دكتور الانف والأذن والحنجرة ونفحصه لان فيها حاجات كتيرة جدا بتدي اعراض مشابهة اولهم مشاكل في السنان ممكن يكون فيه غضاريف كبيرة في الانف ممكن تكون حساسية يعني ناس تجي تقولي انا دايما بيجيلي دوار برد على طول وبدأ ادى الى ان انا جالي جيوب انفية هي مش دوار برد ومش جيوب انفية هي مجرد عبارة عن حساسية ممكن تيجي موسمية مع تغير الفصول في الشهور شهر 3 و 4 وقت الربيع او شهر 11 و 12 دايما واحدة بننقل من حر لبارد او من بارد لحر هي دي اكتر بيك لها انتهابات الجيوب الانفية زي ما قلنا المتهم البريء في نسبة تتعدى 20% بيطلع فعلا فيه انتهاب في الجيوب الانفية و 80% بتطلع مجرد حساسية افرق بين الابنين ازاي؟ الحساسية المريض دايما بيلاقي مناخيره سايبة بيعفص كتير مناخيره بتاكله دايما عايز يعمل الحركة دي بيسموها نازل سلوت تعظيم سلام الانف الحركة دي وبتيجي دايما في السيزنز اللي احنا قلنا عليها يقولك لما شم روايح نفاذها بيحصل لهذه المشكلة لو قعدت في مكان مثلا قاعد على القهوة ولا حاجة وفي دخان كتير لو عربية طلعت عادم جنبي كل دي بتبقى ماشي اكتر معها حساسية ما بيبقاش معها سخنية ما بيبقاش معها الصداع الشديد صداع بسيط انما مش شديد الاتهابات الجيوب الانفية لازم تبقى موجود معها نوع من انواعها السخنية ولا وبسيط افرازات تكون مش شفافة بقى زي ما قلنا لأ تكون لونها اخضر او مسفر وجع ما بيروحش ما بيهدى شوية بالمسكنات مناخير مزدودة دايما لان اصلا اساس التهاب الجيوب الانفية ان يحصل اي مشكلة تسديلي فتحات الجيوب الانفية طبعا يعني فيه تفاصيل كثيرة مش عايز اثقل عليكم بيها انما على طول اي حد يحس انها ما س publication مسدودة او دور برد او حاجة يلجأ بطبيب الانفو او denkش عليك هان شخص دي حساسية دي غضريف كبيرة دي حاجه اسمها فاسلب getting ridper approaches الجيوب الانفية او خلافه والعلاج بيختلف رغم ان العرض يكون واحد في الانفية قريب او من بعض الا ان العلاج كل حالة من دول بتختلف عن الثانية فالنصيحة ان احنا ما نحاولش ان احنا ناخد ادوية لوحدينا المتخصص هيبقى احسن بكتير من الادوية العشوائية الف سلام علي الجميع